السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي وبناتي طلبية وطالبات المدارس التجارية شعبة قانون اهلا وسهلا بكم في قولها مراجعات المواد القانونية عن الدور التاني اللي عامل دراسي 2021 مش عايز اقول ان الناس اللي عندها مواد للدور التاني انها فشلت لا انت ممكن تكون موفقتش انت ما فشلتش طالما موفقتش يبقى ان شاء الله النهاردة هنحاول نتدارك اللي احنا موفقناش فيه علشان نقدر ان شاء الله نعدي السنة دي على خير بإذن الله اذا كان معك مادة ولا معك مادتين فالموضوع سهل ان شاء الله ما تيقس دايما كده لازم يكون عندك امل في ربنا وعندك ثقة في نفسك انك تقدر تعدي ونشوف ايه هي نقطة الضعف في بتاعتنا عشان نتجنبها ان شاء الله في حل الامتحان بتاعت الدور التاني هنبدأ النهاردة ان شاء الله اول مادة من المواد بتاعتنا اللي هي مادة الاحوال الشخصية احنا اتكلمنا في مادة الاحوال الشخصية خلال السنة واخلال العام الدراسي وقلنا ان هي مادة جميلة جدا ومادة تعتبر مهمة لكل الناس مش ديك انت بس لكل الناس لانها مرتبطة بحياة الشخص عشان كده اسمها احوال الشخصية بحياة الشخص من حيث الجوائز ومن حيث الطلاق ومن حيث الخلع ومن حيث اركان الزواج ومن حيث الخطوبة ومن حيث المراس حاجات تهمنا كلنا كبنة ادمين فبالك انت بقى بتدرسها فلما بتدرسها بتتعمق فيها بتتعلم فيها والكلام ده كله اذا كنا بنقول احنا لم نوفق وعايزين نتدارك الغلط يبقى من باب اولى نشوف الامتحان اللي احنا ما وفقناش فيه ونشوف ايه هي نقطة الضعف بتاعتنا ونلقي نظرة سريعة عليها علشان ما تتكررش تاني نقطة الضعف بتاعتنا ديه لو بصينا على الامتحان بتاعنا اللي هو كان موجود في الفصل الدراسي الاول اللي هو الدور الاول ده شكل الامتحان بولك اجب عن خمسة اسئلة فقط مما يأتي يعني ما عندناش اسئلة اجبارية سأل اولاني بيقولك انقل العبارات الاتية في كراسة اجابتك ثم ضع علامة صح امام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارات الخاطئة ما طلبش تصويب انت يضوبك تحط صح او غلط ولكنت تفتكروا في المراجعة اللي انا عملتها بتاعت الامتحان لنتقلت لك ان اسئلة صح او غلط دي تعتبر من اصعب الاسئلة مش سهلة لانها بتقس فهمك للجملة انت فهمت الجملة بتجاوب وقلت سبب صعوبتها كمان ان اجابتها ملاقاش جر احتمال واحد يا اه يا لأ يعني ما فياش احتمال اه يعني لو انت جاوبت غلط هي صح مش هتاخد درجة فبالتالي هي لها احتمال واحد فقط يا صح يا غلط فبيقول مثلا من الشروط القانونية لسماع دعوة زوجية اللي تقل سن الزوجة عن 30 سنة طبعا الكلام ده غلط لان لو تفتكروا قلنا 18 سنة طي ايه كمان من حكمة مشروعية الزواج بقاء النوع الانساني على اكمل وجه للبقاء طبعا ده منطقي جدا وربنا سبحانه وتعالى لما شرع الجواز كان الهدف برضو بقاء النوع الانساني عشان يعمر الارض نشوف واحدة كمان من شروط سيغة عقد الزواج ان تكون سيغة العقد معلقة على حصول امر في المستقبل طبعا دي جملة خطأ قلنا قبل كده ان لا يجوز تعليق الزواج على امر يقع في المستقبل على عكس الطلاق الطلاق يجوز الزواج لا عشان بس منتلقباتش ما بين لي اتنين خلاص عشان لو جاتلك في الامتحان واحدة كمان بتقول ايه يجب على الزوجة المختلعة ان تعتد بعد الكل عدة المطلقة طبعا العدة ملهاش علاقة اذا كان طلاق او خلق لازم تعتد طب جي بعد كده التعريفات بس جابها في صورة جميلة اوي بيقول ايه وضح المقصود بالمصطلحات الاتية الله ده يعني احنا بناس كبيرة بقى وعارفين يعني مش لازي بقولك عرف لا وضح المقصود يعني عرف هي عرف الزواج العقد اللازم نفقة المتعة الطلاق المنجز وازن كل دوت تقريبا جبناه في المراجعة في التعريفات بتاعتنا يعني مفيش مفاجآت فبالتالي دي تقريبا برضو جاتجات في المراجعات فان شاء الله نعرف نتدارك وبرضو من الاسئلة اللي بتيجي في الامتحان اكمل اكمل دي بتبقى جميلة اوي لانه بيديك السؤال وعايز منك بس كلمة او كلمتين تكملهم يعني هو بيساعدك اكمل داك انه بيساعدك بيقول مثلا شرعة الخطبة لتحقيق اغراض كثيرة منها نقاط ونقاط احنا عندنا يجي خمسة اغراض ولا ست اغراض او عايز حكتين اتنين بس يعني ممكن نقول ان يتعرف كل من الخاطبين على شخصية الاخر تحقيق المواد دا بين الخاطبين ادي ادي حكتين هم من الشروط القانونية لاجراء عقد الزواج عايز حكتين ان الاثنين الزوج والزوجة ما يقولوش عن 18 سنة وعندنا كمان ان يتم العقد امام الموظف المختص ايه كمان من شروط الخلع عايز حكتين هي شروط كتير هو عايز حكتين اتنين بس من شروط الخلع ايه ان تكون البدل في زمة الزوجة موافقة الزوج او موافقة الزوجة ادي من الشروط طيب من أسباب التفريق بحكم القادي إحنا عندنا خمس حالات لما آخر حاجة في المنعج عندنا هو جبالك في شكل من أسباب التفريق عندنا التفريق بحكم القادي للغيبة لتعدد الزوجات لعدم الإنفاق للضرر للحبس كل دي أسباب اكتب اتنين بس يعني الموضوع سهل من الصعب أنا بحاول أحلم عاقل المتحان ببساطة وبطريقتك السهلة اللي انت عارفها علشان نشوف إحنا غلطنا في إيه عشان ما نقررهش في الامتحان بتاع الدوري الثاني طيب بيقولك إيه اشترط القانون لجواز التفريق بين الزوجين لحبس الزوج أنا بيتكلم في حالة واحدة لحبس الزوج شرطان هما الشرط الأولاني إيه إن تكون العقوبة كلها متقلش عن ثلاث سنين نفتكرها كده الشرط الأولاني العقوبة متقلش عن ثلاث سنين طيب والشرط الثاني إن الزوجة ترفع الدعوة بعد مرور سنة من تنفيذ العقوبة تفتكروا لما كنت وهركت ساعتها معاكل لتقول لكم مش أول ما تحبس تروح ترفع الدعوة لا لازم تستنى سنة وبعد كده ترفع دعوة الطلاق بعد كده عندنا به اذكر دون شرح اذكر دون شرح يعني اكتب عناصر شروط صحة عقد الزواج التمييز اتفاق مجلس الإجاب والقبول اتحاد الإجاب والقبول وهكذا دي الشروط البسيطة جدا عدم التحريم اكتب بس عناصر بسيطة فهم واحنا عارفين انت عايز تقول ايه بس من غير ما تتكلم كتير هتتكلم كتير هتغلط عشان كده الواضع اللي امتحان قالك دون شرح طيب السؤال التالي بقول ايه قارن قارن ده من أجمل الأسئلة اللي منك تيجي لك لانه بيجيب لك حاجتين اللي هتكتبه ان شاء الله تاخد عليه درجات قارن في جدول بينك كل من الطلاق الرجعي والطلاق البائم بينونا صغرى من حيث لو بصينا في السؤال ده وعاستك تتكلم عن الطلاق الرجعي وعن الطلاق البائم وحددلك عاستك تتكلم في ايه احنا شرحنا الطلاق الرجعي وشرحنا الطلاق البائم شرح مستفيد وبسيط وسهل ومباشر انت كل ما في الامر هتعمل جدول واتشوف ايه المطلوب في المقارنة وتكتبه يعني اول حاجة اللي بيتعرف كل منهم هتعرف الطلاق الرجعي في ناحية والطلاق البائم في ناحية تانية الطلاق الرجعي فاكرينه أو الذي يستطيع فيه الرجل مراجعة زوجته مدامت في العدة طب الطلاق البائن بيننا صغرى الذي لا يستطيع مراجعة زوجته حتى لو في العدة إلا بعقد جديد ومهر جديد هذه نقطة عرفناه طب وإيه كمان حالات كل منهم حالات الطلاق الراجع إيه هو زي قلنا قبل كده اللي هو الطلاق ليس أمام القاضي الجير مكمل لسلاس الطلاق بعد الدخول ده اسمه طلاق راجعي أما الطلاق البائن الطلاق أمام القاضي الطلاق الجير مكمل لسلاس الطلاق على مال الطلاق قبل الدخول كل ده تسمى طلاق باقي طيب نخش بعد كده على جزئية تانية في الامتحان اختار اختار دي يعني انت بيديك الاجابة انت لو مذاكرة تختاره انت مغمض عنك بيقول ايه اذا كان الميت هو الزوجة يبقى انا بدي عندنا زوج وزوجة واللي توفت هي الزوجة فللزوج نصف ولا ربع ولا ثم ما اختارش لسه اختار لما اكمل بيتي الجملة ما تركته ان لم يكن لها فرع وارث بالبلدة هي ماتت وما عندهاش ولاد جزء هيورس كم نفتكر قلنا النص طل ما ما عندهاش ولاد يبقى على طول نختار النصف طب اتنين بيقولك ايه من اقسام الطلاق بالنظر الى صيغتين احنا لو نفتكر الطلاق ك pierwsze بقول بالنسبة للرجعة بالنسبة للصيغة بالنسبة للرجعة طلق رجع وطلقين باقي بينونا صغرى وطلقين بينونا كبرى بالنسبة للصيغة عندنا طلاق مضاف وعندنا طلاق معلق وعندنا طلاق منجز يعني بقولك بالنسبة للصيغة يبقى أنا قلت الإجابة خلاص يبقى طلاق مضاف طيب بقولك يعد الخلع طلاق إيه طلاق بائم وانت مغمد عينك من الشروط التي يجب أن تتحقق فيما يوقع الطلاق يعني الشخص اللي هيوقع الطلاق اللي هو الرجل لازم يتحقق في إيه جنون ولا بلوغ ولا يقراه البلوغ طبعا لأن طلاق المجنون لا يقع وطلاق المكره لا يقع فبالتالي بيشترط فيه البلوغ اكتب في شروط المسكن الشرعي أنه يكون آمن عليها أن يكون مستقل أن يكون فيه حاجاتها والكلام دي كلها سهل والله أي حاجة كنت هتكتبها بشكل سهل ومباشر وبدون فلسفة كنت هتاخد عليه درجات وتعدي من المادة الجميلة اللي عندنا دي بعد كده بيقولك اللي هو أسأل الخامس اكتب مذكرات مختصرة عن شروط صحة الخطبة شروط صحة الخطبة اللي هو أن عدم التحريم موافقة المخطوبة عدم خطبة المخطوبة يعني ما ينفعش خطبة واحدة مخطوبة أو هكذا طيب اللي بعد كده ما المقصود بمهر المثل وما الأحوال التي يجب فيها مهر المثل مهر المثل ومهر من مثلها من أهل أبيها يعني واحدة تزوجت ولم تتفق على مهر طيب مهر المثل هو إيه مهر من مثلها من أهل أبيها يعني أختها أو بنت عمها اللي زيها بالزبط طيب أحوال مهر المثل يبدأ عندنا حالتين. اذا لم يتفق او اذا اختلف عليه. اذا لم يتفق على المهر او اذا اختلف فيه بيبقى ليه مهر المثل. بعد كده عندنا التوصيل التوصيل بقى محتاج يعني نقول نضافة في الاجابة يعني ما تعملش الشجرة اللي انت بتعملها دي وانت بتوصل كده. يبقى اللي بيصحح مش عارف انت موصل ايه بايه. ده حتى كمان اللي حطيت السؤال بيساعدك. بيقولك قاعد كتابة العبارات في كراسة اجابتك وامام كل منها ما يناسبها. يعني ما تعملش الشجرة دي. هتحط واحد مع كذا. اتنين مع كذا. ثلاثة مع كذا. يعني رص في الاول. اللي ناحية اللي مين. انا بأعلمك بقى تعمل ايه. هترص ناحية اللي مين بترتبهم بعد كده تعيد ترتيب اللي ناحية الشمال القصاد اللي يناسبها. فلو بصينا مثلا نكتب كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمس اللي هما ناحية اللي مين. واحد ايه من المحرمات. من النساء تحريم مؤقت. يعني بيسأل عن التحريم المؤقت. يبقى رقم كام رقم دال. يبقى واحد مع دال. ما نعملش شجرة بقى. لأ هنكتب واحد. شرطة صغيرة جنبها. ونكتب دال اللي هي المرأة التي تطلقها زوجها ثلاث مرات. طب ايه اتنين بيقول ايه. من حقوق الزوج على زوجتي. على زوجتي ايه. عندنا ايه. حق الطاعة. اللي هو ايه. يبقى نكتبها كده في سطر واحد. تلاتة زهب جمهور الفقهاء الى ان طلق السفيه. طلق السفيه ماله. هيبقى ألف. صحيح. يبقى نحكت بنا كده سطر واحد. نقول كده زهب جمهور الفقهاء الى ان طلق السفيه صحيح. طب اربعة بيقول لنا ايه. من الاصار المترتبة على الخلع. فضلنا حاجتين. يبقى فاناخد بها على طول. يبقى نقول التزام الزوجة بدفع بدل الخلع للزوج. برضو هنكتبها يا ولاد. في سطر واحد. طيب خمسة من المحرمات من النساء بسبب المصاهرة. عندنا سبب مصاهرة. وعندنا نسب وعندنا رضاعة. النسب اللي هو الام والبنت والاخت. المصاهرة الامة اهل زوجتي. المصاهرة الامة اهل ايه? اهل زوجتي. عشان كده نختار ام الزوجة. السؤال بيه بقى والاخير. تكلم باجازة عن الشروط التي وضعها القانون لجواز التفريق بين الزوجين للغيبة. مبين النوع الطلاق الذي يقعه القاضي في التفريق للغيبة. طبعا انه يكون الغيبة لمدة سنة. انه ما يكونش معلوم مكانه فين. انه يكون اخبار انقطعت عنه. نوع ايه هو طلاق باقي بينونا صغر. ده كده احنا عادينا هو. في خمس دقيق حلنا الامتحان. حلنا الامتحان بشكل بسيط وسهل. وان كان ما حلناش طبعا الاجابة كاملة طبعا. ولكن حلنا بنسبة اكتر من تسعين في المائة. بالنسبة اللي هي تضمن لنا النجاح وبمجموع كمان. فالموضوع ان شاء الله سهل وبسيط. وهنبدأ المراجعة دلوقتي ان شاء الله ويا رب نستفيد منها. زي ما قلت قبل كده ان الاسئلة بتجي في الامتحان. زي ما شفت اسئلة موضوعية واسئلة مقالية. الاسئلة الموضوعية اللي هي صح وغلط. اكمل توصيل اختار. وشوفنا الامتحان كماليان منها كتير. واللي انت بتحبوها. اما الاسئلة المقالية تكلم عن ما هي شروط اشرح باجازة. انا هبدأ بالاسئلة الموضوعية المصطلح والتعريف. عادة اجيب لك مصطلح ولاك عرفه. طيب انا ما اجيب لك مصطلح ولاك عرفه بانا عايز انك تحفظ. لا انا مش عايزك تحفظ. عايزك تفهم. عايزك تفهم. وبعد كده باحفظ. عشان كده انا بادئ بالعكس. جايب التعريف وعايز المصطلح. يعني بسير انتباهك. بسير تفكيرك. فضولك. عشان تعرف ده ايه. باعتمد على فهمك. اول مصطلح عندي بقولك ايه. تقدم رجل الى امرأة معينة لا يحرم عليه تزوج منها. هنا ما بيتكلمش على الزواج. بيكلم على انه بيتقدم لها. انت لما بتقدم لواحدة دي اسمه ايه. المعنى اللفظ للخطبة. للخطبة يعني. شوف المصطلح اللي بعد كده يا ولاد. هي تواعد رجل وامرأة. هذا التواعد يكون متبادلا على الزواج. ده برضو تعريف الخطبة. بس التعريف التاني. اللي هو اسمه ايه. المعنى الفقهي للخطبة. بعندنا معنى لفظي وعندنا معنى فقهي. خش على المصطلح التالت. انا حاول في المصطلحات اجري شوية عشان اسئلة المقالية مليانة شوية. طيب بقولك هي مدة من الزمن. بيتكلم على مدة. تمسك فيها المرأة نفسها عن الزواج. يعني مدة الست ما ينفعش تتجوز فيها. ده اللي احنا بنسميها ايه. العدة. وطبعا العدة بتختلف ازا كانت عدة طلاق او عدة وفاة. مش موضوعنا دلوقتي نتكلم العدة نوعها ايه. عندي بعد كده عقد وضعه الشارع يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالاخر على الوجه المشروع. احنا ما خدناش في احوال الشخصية غير عقد واحد لو عقد ايه. عقد الزوج. ده المعنى اللي احنا فيبناه. عندي بعد كده المصطلح بيقولك لا تحل المرأة للرجل دائما اما اما للنسب او المصاهرة او الرضاع. التلات حالات دولة لما تكلمنا فيهم قلنا دولة اسباب التحريم اما النسب او المصاهرة او الرضاع. يتحرم عليك المرأة تحريم مؤبد المصطلح اللي بعد كده لا تحل المرأة للرجل مؤقتا بيغششك مؤقتا لسبب قد يزول مثل المرأة المتزوجة او من لاسى لها دين سماوي يعني لو واحدة متجوزة ما انفعش انا اتجوزة طب لو اتطلقت ينفع ان حد يتقدم لها بعد العدة طبعا وهكذا يبا دا اسمه تحريم ايه مؤقت تحريم مؤقت يزول بزوال السبب عندي بعد كده بيقول لنا ان لا يكون لاحد الزوجين او لغيرهما حق فسخ العقد دا بنسميه شرط اللزوم يعني بيعتبر العقد عقد لازم طالما ان احد الزوجين اوليهما لا يجوز لهما فسخ العقد يبا دا اسمه عقد لازم بيسموه شرط اللزوم المصطلح التالي وده مهم على فاكرة مصطلح التالي ما يستحق لاحد الزوجين في مال الاخر بعد وفاته سهلا او واحد مات امرأته بتاخد من وراء اسمه ايه المراس لو هي اللي مات الزوجة بيكون دي المراس تمام اللي بعد كده عندي حق للزوجة على الزوج بناء على عقد الزواج الصحيح المهر حق للزوجة على المهر حق للزوجة ليس لوليه بناء على عقد الزواج الصحيح المصطلح التالي ما يحتاج اليه الانسان من مسكن ومأكل ومالبس وعلاج اللي انا بنفقه على الحاجات دي كلها شوف انا جوابت ازاي بنفقه في المسكن والمأكل والملبس والعلاج نفقة المصطلح التالي رفع قيد الزواج الصحيح في الحال او المقال بلفظ يدل على ذلك او الكتابة او الاشارة المفهومة احنا خلاص عملنا العقد طب نفق هذا العقد بايه بيدا عنكم الطلاق عندي بعد كده هو الطلاق عايز بقى يعني خلاص بقى بنكلم في الطلاق عزي النوع هو الطلاق الذي يستطيع فيه الرجل مراجعة زوجته ما دامت في العدة دون عقد جديد او مهر جديد يعني هنا لا يشترط موافقته احنا عرفناه وده يعتبر من انواع الطلاق حسب الرجعة عشان ده بتسميه طلاق راجعي الطلاق الراجعي يعني المصطلح ده لو حفظته او فهمته تعرف تحلي به اكتر من سؤال هو الطلاق الذي يجوز فيه اعادة الحياة الزوجية ولكن بعقد جديد ومهر جديد ده النوع التاني من انواع الطلاق حسب الرجعة حان خلاص خلصنا الطلاق الراجعي تابعنا دوت يرجعها بس لازم بعقد جديد ومهر جديد يعني لازم هي توافق يبدأ ده مطلاق باق بينونا صغرى طالما قلت فيه صغرى يبع على طول في ايه؟ كوبر هو جنة هو الطلاق الذي تحرم فيه المطلق على مطلقها مؤقتا يعني اصبحت محرمة على الرجل الطلاق لو كان جوزه ولا يجوز مراجعتها الا اذا تزوجت غيره ثم طلقها او مات عنه كنا شفنا كلنا في الافلام والكلام ده فده بنسميه طلاق باق بينونا كبرى باق يعني فراق في اللغة العربية البين هو الفراق فيفرق بينهما بس هنا بقى يفرق ويحرم كمان تحريم ايه؟ مؤقت لانه لو تزوجت غيره وطلقها او مات هذا غيره تستطيع ان تعود للاول طيب هو الطلاق الذي يقع في الحال هنا بقى باتكلم في انواع الطلاق حسب الصيغة الذي يقع في الحال بدأ بنسميه الطلاق المنجز الطلاق المنجز ملاش احنا عادين شواء في الطلاق هو الطلاق المضاف لزمن المستقبل يعني يقع بعد مدة معينة هو حلل نفسه هو الطلاق المضاف اظن جي في الامتحان يعني فيه كزا حاجة من اللي احنا قلناها جات في ورقة الامتحان اللي احنا حلنا معه بعد شوية من شوية طيب عندي بعد كده هو تعليق وقوع الطلاق على شرط او حادث ده النوع الثالث من انواع الطلاق حسب الصيغة طالما تعليق الطلاق ده بنسميه الطلاق المعلق زي ما يقول مثلا زوجت لو عملت كذا انت طالق طول ما هي ما عملتش هي مش طالق فعشان كده الطلاق معلق اذا وقع الشرط وقع الطلاق بس هنا في الحتة دي زي ما هنشوفش انشاء الله في الاسئلة المقالية بنرجع لنية الزوج وما الى ذلك طيب خش بقى في الخلق ابن عم الطلاق هو مخالعة المرأة زوجها زوجها ببدل انت تدفعه له انا مش عايز يطلقها على طول بقى نخش بقى في الحدودة الجديدة بتاعتنا ده بنسميه ايه الخلق وطبعا الست اللي بتدفع البدل البدل يعني المقابل المادي اللي يحصل علي الرجل مقابل خلعه بمجلبا المؤخر طيب عندي بعد كده ما تلتزم به الزوجة لزوجها مقابل خلاصيها ده مقدار بدل الخلق انا حسب ما يتفعه مصطلح التالي خلاص هنخش على صح او غلط ضع علامة صح او خطأ وواحدة واحدة كده عشان نفهم قبل ما نقول صح او غلط اول حاجة عندي لا يجوز خطبة المرأة في العدة صح لسألنا من شروط صحة الخطبة ان ما تكونش مخطوبة وما تكونش معتدة لا يسترد الرجل المهر عند فسخ الخطبة لا طبعا غلط ليه؟ لان الخطبة مجرد مقدمة لعقد الزواج لاست ركن ولاست شرط فبالتالي اذا كان دفع مهر يسترده السؤال التالي صح وغلط يعني عقد الزواج بصيغة معلقة على شرط خطأ ودي جت في الامتحان دي جت في الامتحان طيب لا يجوز للقاصر ان يزوج نفسه صح لان من شروط الزوج ان يكون بالغ الرضاعة تحرم المرأة مؤبدا نفتكر كده اسباب التحريم المؤبد كانوا ثلاثة النسب المصاهرة الرضاعة يبا صح المطلقة ثلاثا تحرم مؤبدا على مطلقها لسا لنا من شوي لا مش مؤبد هل المطلقة ثلاثا من الثلاث حاجات اللي انا قلتهم اللي هو الرضاعة والنسب والمصاهرة لا طبعا فعشان كده العبارة دي غلط المطلقة ثلاثا تحرم مؤقتا وليس مؤبدا لا زواج الا بشهود طبعا لان من شروط صحة عقد الزواج من شروط الانعقاد من شروط الانعقاد هو الشهود طبعا الشهود فيهم كلام كتير هنقولهم وإحنا بنحل الاسئلة المقالية ان شاء الله طبعا العبارة صح يشترط في الشهود الاسلام والتعدد طبعا العبارة صح تعدد يعني رجلان او رجل وامرأتان عندي بعد كده يجوز ان تكون صيغة العقد مؤقت طبعا ده كلام غلط لان من لا يجوز توقيت او تأقيت عقد الزواج لان الهدف من الزواج هو الاستقرار والمجتمع وما الا زيك طيب تسمع دعوة زوجية اذا بلغ الزوجين 18 سنة صح لان دي من شروط اصلا منعقاد لا يشترط توسيق عقد الزواج لا طبعا في القانون لابد من توسيق عقد الزواج عشان كده العبارة دي خطأ طبعا ما في لا يعني العبارة دي خطأ لكن لو قلنا كده لو شنا لا يا ولاد وقلنا يشترط توسيق عقد الزواج يبقى صح عشان كده بقول ان الصح وغلط مش حفظ الصح وغلط فيه طيب بيقول لنا ايه يترتب على الزواج حرمة المصهر طبع صح عندنا ايه تاني يجوز لولي الزوجة النزول عن المهر انا لسه قال من شوية ان المهر هو حق المين للزوجة مش لوليه يبقى ينفع الولي يتنازل عن حاجة مش من حقه طبعا غلط خطأ تارث المرأة الربع اذا كان للزوج فرعا وارس بمعنى ايه راجل مات عنده ولاد الست تاخد ايه تاخد التمنى بتاخدش الربع عشان كده العبارة دي خطأ عندي بعد كده يرس الراجل الربع اذا كان للمرأة فرعا وارس هنا بقى نركز عشان منطلق باش يعني الست ماتت وعندها ولاد يعني منخلفها سواء ولاد او بنات مش هتفرق يعني الراجل بياخده الربع فعلا يعني العبارة دي صح الطلاق البائن يمنع من الميراث الطلاق البائن يمنع من الميراث طبعا لان العقد بينتهي اصلا فالعبارة دي صح في الميراث تتشارك الزوجات في نصيب الزوجة الواحدة يعني واحد متجوز ثلاثة ومات كأنهم واحدة في الميراث يعني مش كل واحدة تاخد ربع او تاخد طبن لا بيشتركوا في نصيب كأنها زوجة واحدة فالعبارة دي صح المطلقة رجعيا تلس إذا مات الزوج إذا مات الزوج في العدة صح لأن المطلقة رجعيا وهي في العدة بتعتبر في حكم الزوج عشان كده بتسميه زواج حكمي في حكم الزوج عشان كده يقدر يرجعها ما دمت في العدة دون رضاه فبالتالي إذا طلقها طلقة رجعي ومات تولسه يشترط للرجعة أن تكون في العدة طبعا صح لأن لو العدة انتهت هيتحول من طلقة رجعي لطلقة باق يشترط للرجعة موافقة الزوج لا طبعا كلام ده غلط في الطلاق الباق يجوز الرجعة دون موافقة الزوج غلط يقع الطلاق حتى لو كان الزواج فاسدا غلط الزواج الفاسد لا يقع به طلاق يفسخ الطلاق المنجس يقع في الحال صح طبعا يعني مثلا أحد الأشخاص يقول له زوجته أنت طالق خلاص وقع الطلاق بجرد ما طلع منه اللفظ يقع الطلاق لا يجوز تعليق الطلاق على شرط لا إزاي خطأ زي ما قلنا من شوية واحد يقول له زوجته إذا فعلت كذا أنت طالق فهنا علق الطلاق على أمر معين فبالتالي يجوز تعليق الطلاق على شرط يقع الخلع دون مقابل لا خطأ لأن في مقابل أو بدل بتدفعه الزوجة بنسميه بدل الخلع يلتزم الزوج بالبدل في الخلع أنا لسه أقل من شوية اللي بيلتزم مين الزوجة فبالتالي العبارة دي خطأ يجوز أن يكون مقابل الخلع النزول عن الحضانة الحضانة حق للأولاد أنهما يكونوا مع أمه فبالتالي من الشروط الفاسدة أن يكون الخلع مقابل النزول عن الحضانة لا طبعا خطأ الطلاق لعدم الإنفاق يقع رجعين هنا دخلنا في أنواع الطلاق اللي بيقعها القادي بص جميع أنواع الطلاق عن طريق القادي جميعها بائنا بيننا صغرى ما عادى الطلاق لعدم الإنفاق ده النوع الوحيد اللي بيعتبر طلاق راجعي قلنا الكلام ده مرارا وتكرارا ونقوله تاني جميع أنواع الطلاق عن طريق القادي لو التطليق يعني يعتبر بائن بيننا صغرى إلا إلا الطلاق العدم الانفاق ده رجعي يعني يقدر إذا بشروط معينة يرجع زوجته عشان كده صح تفرق الزوجة لحبس الزوج مهما كانت مدة العقوبة لا طبعا احنا شوفنا السؤال ده جي برضو في الامتحان بس جي في شكل سؤال مقالي احنا قلنا لازم العقوبة ما تقلش عن ثلاث سين فعشان كده العبارة هنا خطر التفريق للعيب يقع بائنا صح والعيب ده يعني عن طريق القاضي يعني تطليق التفريق والتطليق لا يشترط ان يكون الاجاب والقبول في نفس المجلس احنا هنا برجعنا للشروط الانعقاد لا لابد ان يكون الاجاب والقبول في نفس المجلس زوجيني نفسك زوجتوك نفس عشان كده العبارة دي خطأ عشان في لا عشان في لا في الاول عقد زواج المعتوه صحيح خطأ لان المعتوه يعتبر فاقد الاهلية الاخ في الرضاعة محرم تحريم مؤقت لا طبعا احنا عندنا ثلاث حالات للتحريم المؤبد الرضاعة والنسب والمصاهرة فبالتالي العبارة دي غلط جدا عندي بعد كده الخطبة شرط من شروط الزواج ابدا 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 الخطبة مقدمة فقط لعقد الزواج ليست شرطا وليست ركنا عشان كده العبارة دي ايه يا ولاد غلط يشترط الدخول لاستحقاق الميراث لا العبارة دي غلط مجرد العقد فقط مجرد العقد يعني لو واحد عقد على واحدة ثم مات او ماتت يوري سبعة هنخش بقى على الاسئلة المقالية ليه بيبقى فيها كتاب وفيها شرح وانا شايف ان الاسئلة دي هي الاسئل لان هتقدر ترتب افكارك وتقدر تجاوب اول سؤال عندي بيقول عرفي او عرف الخطبة لغة واستلاحا مع ذكر شروطهما احنا في المصطلح او في التعريف جبت اول حاجتين عندي تعريف الخطبة استلاحا ولغة والشروط هنقولها مع بعض دلوقتي المعنى اللفظ للخطبة هي تقدم رجل الى امرأة معينة لا يحرم عليه التزوج منها باختصار منجر منرجي كتير اما المعنى الفقر الخطبة هي تواعد رجل وامرأة هذا التواعد يكون متبادلا على الزوج نركز كده شوها في التعريفين علشان ما نتلغبتش طيب ايه الشروط بقى شروط الخطبة واحد ان تكون المرأة صالحة للعقد عليها في الحال يعني ينفع يعني يتجوزة دلوقتي طيب لما هاختوبة يبقى ممكن اتجوزة دلوقتي متكونش محرمة متكونش في العدة مثلا الكلام دا كل اتنين لا يجوز خطبة المخطبة للجير الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا لا يخطب احدكم على خطبة اخي نهانة عن ذلك فبالتالي لا يجوز خطبة المخطبة تلاتة ان يعرف كل منهما هيئة وشخص الاخ يعني يشوفوا بعض وده للمصلحة ما ينفعش حد يخطب حد كده من غير ما يشوف عشان ما يتفاجئش بس اربعة معرفة حال الاخر معرفة حاله يعني شخصيته اتباعه مش شكله بقى شخصيته اتباعه يبقى فيه ود وفيه تفاهم ولا لا خمسة موافقة المرأة على الخطبة يعني ما ينفعش لقيت الخطب غزبا عنها وده مهم اول شرط ده على فاكرة ده سؤال اولاني سهل ومباشر واجابته مضمونة ان شاء الله خش على السؤال التاني برضو مرتبط بالخطبة ما هي موانع الخطبة موانع الخطبة سهلة برضو ونقدر نعرفها من المعنى العام اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية او المانع عندي ألا تكون المخطوبة محرمة على الخطب سواء تحريم مؤبد او مؤقت اتنين ألا تكون معتدة يعني ده يعتبر مانع المرأة المعتدة ده يعتبر مانع من موانع الخطبة تلاتة أن تكون مخطوبة زي ما شفنا من شوية لا يجوز خطبة احدكم على خطبة اخي يبقى عندي تلات موانع للخطبة تلات موانع للخطبة سؤال بعد كده بيقول ما هي الشروط الواجب توفرة في عقد الزواج للعاقدين يعني نكلم عن شروط عقد الزواج واحد أن يكون كل من العاقدين مميزة له التمييز اتنين اتحاد مجلس الإجاب والقبول لسألة من شوية بيقول لها زوجيني نفسك قالت له زوجتك نفسي او يقول لي مثلا للولد زوجني ابنتك يقول له زوجتك ابنتي ده اسمه إجاب وقبول تلاتة سماع كل من العاقدين كلام الآخر هتفاهمه لازم وأنا بتقدم لوحدة يكون الطرف التاني سمعني وأنا سمعه يكون فاهمه تفاهمه يعني بنفس اللغة او ممكن بلغة تانية بس يكون أنا فاهمها هشجون فاهمين بعد اربعة موافقة القبول للإجاب يعني موافقة القبول للإجاب اروح لواحد قول له زوجني ابنتك فاطمة يقول لي وافقت على مونة ما ينفعش يبقى كده ما فيش التوافق بين الإجاب والقبول او يقول له واحدة زوجيني نفسك على مهر عشرة ألاف تقول له وافقت العشرين لا يبقى كده ما فيش إجاب والقبول لازم يكون الإجاب موافق للقبول سؤالي بعد كده ما هي شروط صحة عقد الزواج ناخد بالنا عقد الزواج بشروط كتير في شروط انعقاد وفي شروط صحة وفي شروط نفاذ وفي شروط قانونية أنا دلوقتي بتكلم عليه أولاد شروط صحة عقد الزواج ودي مهم واحد ألا تكون المرأة محرمة على الرجل سواء بها تحريم مؤبد او تحريم مؤقت اتنين وجود التراضي بين الزوجين التراضي يعني الموافقة تلاتة أن يتولى عقد الزواج عن المرأة وليه يعني المرأة تتزوج بولي ده أكرم له ده أكرم له أربعة الإشهاد على الزواج شفنا من شوية أن الإشهاد من شروط صحة عقد الزواج لا زواج إلا بشهود خمسة أن تكون صيغة العقد مؤبدة يعني ما نفعش أن نحن نؤقت عقد الزواج ده مش عقد إيجار سؤال خامس مية شروط صيغة العقد دخلنا في نوع جديد من الشروط أنا قلت لكم من شوية أن عقد الزواج شروطه كتير قوي فنركز لازم يعني غالبا في الامتحان لازم يجيب حاجة منهم يعني طالما كتير وإجابتهم سألة جدا شروط الصيغة واحد اتحاد مجلس الإجاب والقبول اتنين موافقة القبول للإجاب تلاتة أن تكون الصيغة منجزة يعني مش مضافة أربعة ألا تكون الصيغة مؤقتة يبقى عندي أربعة شروط لصيغة عقد الزواج السؤال بعد كده ما هي الشروط القانونية لإجراء عقد الزواج دخلنا في الشروط القانونية ودي من الشروط الجديدة واحد أن يقدم الزوج إقرارا كتابيا بحالاته الاجتماعية والحالة الاجتماعية بيبقى كده بيقدمه للمأزون إذا كان متزوج أو أعزب أو أرمل أو مطلق ده ضرور جدا ده يعتبر من الشروط القانونية طيب ما من الشروط القانونية بقى لازم نلتزم بيها عشان ما نخشش في مسئولية الشرط الثاني قال لتقل سن الزوجة عن 18 سنة شرط الثالث أن يكتب الموظف المختص الموظف المختص يعني إما المأزون إما الموظف بتاع الشهر العقاري أن يكتب الموظف المختص العقد في وثيقة رسمية لاي الأسيمة يعني سؤالي بعد كده ما هي شروط لزوم عقد الزواج ما زلنا قاعدين شوية في شروط عقد الزواج دي بسمها شروط لزوم اللي فاتت كان اسمها شروط صيغة اللي قبلها كان شروط انعقاد اللي قبلها كان اسمها شروط صح وكذا شروط اللزوم يعني عشان يكون العقد ليازم واحد أن يكون المزوج لفاقد الأهلية هو الأصل أو الفرع بمعنى إيه واحد فاقد الأهلية ممكن يتجاوز على فكر بس مش بنفسه اللي يجاوز أما أصله يعني أبوه أو فرعه لو أبنه فاقد الأهلية ممكن يتجاوز بس مش بنفسه لون ما عندوش أهلية إنه يعقد لأ ممكن يجاوزه أبوه أو ابنه لو الأصل أو الفرع شرط الثاني أن يكون الزوج كفئا للزوجة هناك بكلمة في شروط اللزوم يعني الزوج كفئا للزوجة لو الزوجة هي اللي راح تزوجت نفسها يشترط أن يكون الزوج كف يعني كفت مساوي لها في المستوى المادي والعلمي والثقافي وما إلى ذلك ده اسمه كفر يعني مماثل دي ثلاثة أن يكون المهر الذي زوجت به نفسها الست اللي هي بتاعت الشرط الثاني المرأة هو مهر المثل وقلنا من شوية مهر المثل مهر مثلها من أهل أبيها مهر مثلها من أهل أبيها يعني أختها بنت عمها دول اسمها مهر المثل يعني أختها اتجوزت وكان مهرها خمسين ألف فهو راح اتجوزت نفسها بمهرها برضو مقلش عن خمسين ألف الشرط الرابع أن يكون العقد خاليا من التغرير التغرير يعني الكذب اللي هو الناصب يعني ما يكونش الأخ اللي هو اتجوزها دوت غرر بيها أو ما إلى ذلك الشرط الخامس أن يكون الزوج خاليا من العيوب التي تبيح طلب الفرقة في حالات يجوز للزوجة أو الولي أو الولي أن يطلب الفرقة أو التطليق بين ابنتي وبين هذا الزوج إذا وجد سبب من أسباب التفريق السؤال التالي من الأسئلة المقالية مهي حالات التحريم المؤقت إحنا قلنا التحريم نوعين تحريم مؤبد لو ما ليه ثلاث حالات لو النسب والمصاهرة والرضاعة ده مش موضوع السؤال السؤال بيسأل في التحريم الايه المؤقت وما أكتر من حالة أول حالة عندي المرأة المتزوجة أو المعتد مش نرجي كتير بقى مش نتكلم كتير اتنين المطلقة سلاسة بالنسبة لمطلقة كلام ده كلمة اللي فيه كتير قوي ثلاثة اعتناق دين جير سماوي أربعة الجمع بين المحارم المحارم يعني أختين مثلا ما ينفعش أننا الجاوز واحد أخطيها في نفس الوقت خمسة التزوج بخمسة واحد ربنا يميدلوه من الجاوزة اربعة عايز يجاوز الخمسة ما ينفعش لازم يطلقوا واحدة يبع عندي خمس حالاتهم على سبيل المثال في التحريم المؤقت وفي أكتر من كده أنا ذكرت خمسة بس طيب عرف التحريم المؤبد وما هي حالاته التحريم المؤبد تعريفه سهل هو التحريم الذي لا تجوز فيه المرأة مؤبدا للتزوج به يعني ما نفعش أنه الراجل يجوزه أبدا 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 حالاته ثلاثة بقى حفظناهم بقى قلتهم كتير قوي نسب مصاهرة رضا بس أنا هنا بقى هديك أمثلة الأمثلة يعني عشان لو جات لك أكمل لو جات لك توصيل زي ما جيف الامتحان لو جات لك صحي وغلط فأنا هديك الحالة مع أمثلة النسب زي ما يقيد على الصورة قدامنا الأم والأخت المصاهرة أم الزوجة أو بنت الزوجة الرضاع الأم من الرضاع والأخت من الرضاع السؤال اللي بعد كده بيقول ما هي شروط نفاذ عقد زوج رجعنا للشروط تاني أوعة تطلقبة ما بين شروط اللزوم وشروط النفاذ شروط اللزوم خلاص قلناه وحفظناه وسهل شروط النفاذ يعني عشان العقد ينفذ عشان العقد ايه ينفذ نشوف كده اول شرط عندي ان يكون كل من العاقدين تام الاهلية اي عاقل بالغ حر عاقل بالغ حر اتنين ان يكون كل من العاقدين ذا صفة الا اذا اجازه صاحب الشأن ذا صفة يقيم الشخص نفسه اللي بيتجوز او وليه او وكيله او وليه او وكيله دي اسمها ذا صفة السؤال اللي بعد كده ما هي الشروط القانونية لسماع دعوة الزوجان هيا بقى خلاص بقى مش بتكلم في شروط العقد خلاص خلصنا من شروط العقد بتكلم في ايه سماع دعوة الزوجية يعني عشان المحكمة تقبل الدعوة بتاعت الزوجية سواء كانت دعوة تطليق دعوة مهر دعوة نفقة دعوة مؤخر عندنا شروط شرط الاولاني قال لا تقل سن الزوجين عن 18 سنة 18 سنة الشرط التاني توفيق عقد الزواج على يد الموظف المختص قلنا الموظف المختص اما المأزون او موظف شرع عقاري يبقى عندي شرطين للنفاذ اللي سماع دعوة الزوجية طيب ما هي مؤكدات المهر احنا قلنا خلاص من شوية قلنا ان المهر هو حق للمرأة على الرجل بناء العقد الزواج الصحيح والمهر قد يكون نقود قد يكون عقار قد يكون منقلات يعني ملوش اه صفة معينة طيب امتى يكون مؤكد يعني تستحق المرأة عندي ثلاث حالات اول حالة الدخول الحقيقي يلا لو حصل دخول حقيقي اتنين الخلوة الصحيحة يعني اذا اختلأ بعد ما عقد عليها اختلأ بها الخلوة صحيحة تلاتة موت احد الزوجين يبقى عندي كم حالة تلاتة دس اقول مين مع الفكرة طيب تكلم عن الحقوق غير المالية للزوجين طيب احنا دلوقتي عقد الزواج ايه زي ما قلنا قبل كده ان اي عقد في الدنيا بيترتب عليه حقوق الاطراف ما بالك بقى بعقد الزواج عقد الزواج فيه تفصيلات كتير بالنسبة للحقوق عشان فيه حقوق مالية وحقوق غير مالية وفيه حقوق للزوجة وحقوق للزوج احنا انا بنتكلم عن ايه بقى سؤال بقول ايه الحقوق غير المالية للزوجين يعني مش انتكلمني على مهر ولا نفق ولا ايها خالص منسجل ما حقوق غير مالية اول حق عندي هنتكلم عن الزوج الأول حق الطاعة بما له عليها من القوامة يعني تطيعه طبعا فيه ما لا يغضي بالله اتنين ولاية تقديب الزوج لزوجتي لزوجتي إن خرجت عن طاعتي والتقديب ليست ضرب التقديب ليست ضرب عشان بس محدش فهم غلط طيب حول الزوجة بقى غير المالية عدم الضرر اتنين العدل العدل ده لو متجوز ايه اكتر من واحدة السؤال التالي عرف الطلاق موضحا شروط ايقاعه دخلنا بقى على الطلاق الطلاق طبعا موضوع كبير جدا متشعب بس احنا لما شرحناه كنا مرتبين وكده واحدة واحدة من اول التعريف من اول الشروط من اول بعد كده الانواع والحالات وما الى ذلك فاحنا عاوزين نعرف الطلاق بس عموما مش عايز نوع معين وبعد كده شروط ايقاع الطلاق هو رفع قيد الزواج الصحيح يعني لازم يكون الزواج صحيح يعني مفيش طلاق في الزواج الفاسد لازم يكون الزواج صحيح حشان ايقاع الطلاق فنقول رفع قيد الزواج الصحيح في الحال او المقال انا كاتب لك ما بين قصينه او المقال يعني المستقبل يعني ممكن يقع الطلاق بشرط في المستقبل بلفظ يفيد ذلك او كتابة او بالاشارة قلنا بالاشارة لو الزواج ما بيقدرش يتكلم او ما بيكتبش طيب شروط ايقاعي شروط ايقاع الطلاق فيه شروط في المطلق لهو الرجل وشروط فيه المطلقة اللي هي المرأة نمسك الاول اللي هو الشخص اللي في ايده الطلاق اللي هو المطلق اول شرط عندي البلوغ والعقل طيب لما قلت البلغ والعقل ده معناه يشترط في المطلقة البلغ والعقل ممكن تيجي أكمل طيب طيب من بقى ما يقعش طلاقه الصبي والمجنون الصبي والمجنون لا يقع طلاقه طيب الشرط اللي بعد كده الاختيار والإرادة عشان كده قلنا طلاق المكره لا يقع طلاق المكره لا يقع مرضو جات تقريبا في التوصيل في الامتحان اللي احنا حلينا مع بعض الشرط اللي بعد كده لا يقع طلاق السقران لذهاب العقل الطلاق أمر ضار وأمر يترتب عليه كثير من الضرر سواء للزوج أو الزوج أو الالتزامات فبالتالي السكران لا يقع طلاق يقع طلاق الهازي دي نقطة مهمة يعني واحد بيهزر مع امراضه ولا أنت يطالق وقع الطلاق حتى لو قد أنا بهزر لا لا ما فيش لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سلاسهم جدهن جد وهزلهن جد برضو الطلاق والنكاح والعتاق فهمش يهزر المطلقة بقى للمرأة المطلقة اللي هي موضوع الطلاق الشروط التي يجب أن تتوفر فيها يجب أن تكون المرأة محلة للطلاق هنا بناشرحها بقى أي أن الزوجية قائمة فعلا أو معتدة من طلاق راجعي أو معتدة من طلاق باقي بينونا صغرى يعني ما فيهاش شروط 134 زر المطلق لا نقول على بعضها أنها تكون محلة للطلاق يعني على زمته أو مطلقة طلاق راجعي وهي لسه في العدة فممكن يطلقها تاني عرف الطلاق الراجعي مبينا حالاته وأثار هنا بقى بنتكلم على الأول نوع عندنا من أنواع الطلاق اللي هو الطلاق الراجعي الطلاق الراجعي كلمنا فيه كتير وقلنا والطلاق الذي أنا خلاص يعني طريبا كل الناس حفظته الطلاق الذي يستطيع فيه الرجل ها مراجعة زوجتي مدامت في العد دون إرادتها دون إرادتها نشوف اللي جابة كده هنا قدامنا والطلاق الذي يستطيع فيه الزوج ان يعيد زوجتي الى عصمتي من غير حاجة الى عقد جديد سواء راضيت او لم ترضى شاء لو جاءت لحضرتك صحي وغلط طيب ده كده الجزء الاول من السؤال طيب ايه الجزء التاني حالاته حالات الطلاق الراجع الطلاق بعد الدخول الحقيقي ده لازم يكون حصل دخول فده معناه ان الطلاق قبل الدخول بائن ماشي اتنين اذا كان الطلاق ليس على مال ده معناه ان الطلاق على مال طلاق بائن ثلاثة اذا كان الطلاق غير مكمل لفلاس لان اصلا الطلاق التالتة بائن بينونا كبرى طيب اربعة الطلاق لعدم الانفاق ودي قلنا الحالة الوحيدة التي يقعها القاضي وتعتبر طلاق راجع اما باقي الحالات بائن بينونا صغر خمسة الطلاق بسبب الايلاء الايلاء الموضوع كبير مش شرحه خالص مانه موضوع ساني يعني طيب اه فارو احنا كده جايوبنا على الشق الاولاني اللي هو التعريف قد بالك بقى انت بيتجاوب عشان ما عندناش فرصة تانية نعود امسك السؤال السؤال ده اصلا لو بصين عليه ومتقسم ثلاث اجزاء تعريف حالات اثار انا جدلوقتي جاوبت على التعريف والحالات اجري بقى حل السؤال بعد لا لسه بقولك وما ياثاره طالما جبتلك نقطة في السؤال يعني عايزة عين عليها درجات ما تسيباش وتجري ما تفرحش ان انت حلت التعريف والحالات لا ده لسه طالب اثار فلازم احلعش هناخد الدرجة بتاعت الاثار بتاعته انقاص عدد التلقات احنا عارفين الراجل ليه تلت تلقات فكل ما يستعمل واحدة بتنقص عدد التلقات بتاعته الاثار التاني اذا مات احدهما في العدة ونفهوا الاخر قلنا من شوية ان الطلاق الرجعي لا يمنع من الميراس اذا مات احدهما في العدة بعد العدة خلاص تحول الى طلاق بائن تلاتة لا يحل مؤخر الصداق احنا عارفين مؤخر الصداق هو الذي يحلل المرأة إذا مات الزوج أو في حالة الطلاق الباقي ليه؟ لأن الطلاق الباقي بينهي العقد والمؤخر من أفار العقد فبالتالي هنا خلاص يبقى لازم المرأة تاخد المؤخر إذا كان الطلاق إيه؟ باقي سؤال التالي يا ولاد لو تكلم عن الرجعة هنا بقى مش بتكلم عن الطلاق لا بتكلم عن الرجعة نفسها له نوع الطلاق وشروطها وما الدليل على مشروعياته طالب كم حاجة؟ الرجعة أدي واحد الشروط أدي اتنين والدليل أدي ثلاثة نمسك أول حاجة عندنا الرجعة هي استدامة أو هي قديمة الاتنين صح استدامة الزواج في أثناء عدة الطلاق الرجعي يعني ده معناه أن هي بتعتبر زوجته خلال شهور العد أو مدة العدة طالت أو قصرت بتفرق مدة العدة إذا كانت حامل ولا مش حامل والكلام ده كله طيب ده التعريف ده كذا الشق الأول يعني من السؤال شق التاني بقول إيه؟ الشروط شروط الرجعة واحد أن يكون الطلاق رجعي يبقى الطلاق البقاء مفوش رجع يبقى واحد أن يكون الطلاق رجعي اتنين أن تكون الرجعي أثناء العد ما يروح يطلق طلاق رجعي وبعد ست الشهور ولا بعد سنة ولا سنة يروح يرجع ما ينفع الشخص تحول من طلاق رجعي لطلاق بقاء الدليل على المشروعية ده بقى الشق التالت من السؤال هوا زي ما قلتلك تمسك السؤال المقالي تفصصه عسى ما تسيبش نقطة تظن أنت حلتها أو أنها مش مطلوبة احنا فصصنا السؤال مع بعض أنه عبارة عن ثلاث جزئيات تعريف الرجعة شروطها الدليل بقى ده النقطة التالت الدليل على مشروعاتها قول الرسول لابن عمر امسك عليك زوجك بعد أن طلاقها كان سيدة ابن عمر طلق زوجته طلاق رجعي فراح الرسول السلام بيقوله فالرسول السلام قاله ايه امسك عليك زوجك برغم أنه طلقها ده الدليل على مشروعية الرجع عندي بعد كده عرف الطلاق البائن بينونة صغرى وما هي حالات وقوع أنا عايز حاجتين لا عايز ثلاثة وما هي أثار تعريف حالات أثار أنا بجمع لك كل ما هو متعلق بالطلاق في سؤال واحد وممكن يقول لك في الامتحان نقطتين بس يعني يقول لك عرف الطلاق البائن بينونة صغرى وما هي حالاته عرف الطلاق البائن بينونة صغرى وما هي أثاره مش شرط يجي بنفس الشكل اللي أنا جبته ولكن السؤال هنا شامل كل حاجة بحيث لو جالك في الامتحان نقطة أو نقطتين أو جايزة ما هو كده يبقى أهلا وسهلا نمسك أول حاجة تعريف الطلاق البائن هو الذي لا يملك فيه الرجل مراجعة مطلقاته في العدة بإرادته المنفردة ولابد من عقد جديد ومهر جديد يعني لازم الست توافق في الطلاق البائن بينونا صغر طيب أحوال وقوعه ده الشرق الثاني بقى من السؤال حوالها صعرفنا بنقسم السؤال إزاي واحد الطلاق قبل الدخول الحقيقي يعني عقد وقبل الدخول طلق ما بقاش راجع فعاش رجعها خلاص ده الطلاق بينونا صغر اتنين الطلاق على مال يعني يعني الطلاق على مال يعني الست دفعت لفلوس عشان يطلقها خلاص بائن فعاش رجعها إلا زي هي وفت تلاتة الطلاق الذي يقعه القاضي بناء على طلب المرأة يعني الست تقدمت للقاضي وقالت له أنا عايز أطلق من فلان بسبب لازم تحدد السبب خلاص هنا جميع أنواع الطلاق عن طريق القاضي بائن بينونا صغرى أقول إلا أني نوع الطلاق لعدم الإنفاق عشان نفتكر بس مع بعض أثاره وده الشرق الأخير من السؤال أنا كده جاولت الشرق الأولاني الشرق الثاني أثاره بقى أصد الطلاق البائن بينونا صغرى انقطاع الزوجية بين الزوجان بمجرد وقوع ليه؟ لأن الطلاق البائن بينهي العقد يصبح مؤخر الصداق المؤجل المؤخر بقى محن دينا فيه مقدم مهر وفيه مؤخر ما المؤخر اللي بيستحق إما عند الوفاء أو الطلاق البائن بينونا صغرى يصبح مؤخر الصداق المؤجل لأقرب الأجلين الموت أو الطلاق وياجب الأداء ناخد سؤال تاني بسرعة ما هي صيغ الطلاق؟ واحد الطلاق اللفظي واللفظي قد يكون صريح زي ما قلوها انت طالق أو مطلقة وقد يكون كناية كناية يعني غير صريح يعني يقولها روح البيت أهلك بس هنا بقى نرجع لينيت مين الزوج اتنين اطلاق بالإشارة اطلاق بالإشارة هنا في حالة انه ما بيكتبش وما بيكلمش اطلاق بالكتابة والكتابة يقع بها الطلاق لو كان الكاتب قادرا على النطق هنا بقى ملاش علاقة بينطأ أو ما بينطأش واصلا بمشتاء مراتفة كتاب لا كده انت طالق يقع الطلاق العكس ده دليل اقصلا يعني لانه ممكن ينكر لو قالت شافه وكده طيب اذكر ما تعرفه بالتفصيل عن الطلاق على مال هنا الطلاق على مال يعني الراجل هو اللي مش عاوز يطلق فالستة بتعرض عليه فلوسه عشان يطلقه طيب هو الطلاق الذي يتم مقابل مال تدفعه من الزوجة الى زوجة مشروعيتي ثبتت مشروعيتي من الكرآن ويجب ان يكون النفور النفور يعني الكره من جانب الزوجة ولا بد من موافقة الزوجة طيب البدل في الطلاق على مال كل ما يصلح مهرا عقار او منقول يعني اي مهر عقار او منقول يعني ممكن واحد تجاوز واحد او دي او مهر شأ او عمار او ارض او عربية او اجهزة او ما الى ذلك او فلوس يجوز ان يكون بدلا في الطلاق على مال او ان تبرئ الزوجة الزوج من مؤخر الصداق او متجمد النفقة او اجر الحضانة او الرضا بكده ابناء وبناتي نكون خلصنا المراجعة بتاعة مادة الحوالي الشخصية يا رب نكون استفدنا مش من المادة العلمية على قد ما نكون استفدنا من التعليمات نكون استفدنا من النصايح نكون استفدنا من الارشادات اللي انا قلت لك عشان تقدر تحلي بالامتحان عشان دي فرصة تانية بالنسبة لك فرصة الاولى خلاص فاتت معلش قلتلك انت ما فشلتش انت بس لم توفق في فرق بالاتنين لم توفق اكيد في سبب لكن ان شاء الله توفق ان نبادي باذن الله ونشوفكم في مراجعة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته